بتقول زوجي مش بيصلي ولا بيصوم رمضان وما فيش عنده عزر يعني مش مريض ولا عنده مشكلة وبيشرب مخدرات وباع كل دهبي وكان بيصرف على المخدرات وكان بيضربني عشان ياخد الدهب وهو معتمد على مراثه من أبوه وأحياناً بينام من غير عشا وكل تفكيره في المخدرات أعمل إيه؟ السؤالين اللي جي على الصفحة وسؤال أمره دينا تقريباً نفس القصة رجالة مش رجالة لما تبقى حضرتك في شكل راجل لكن عايش عشان تشرب مخدرات وتشرب برشام وبعدين تاخد دهب مراتك وتبيعه ولو ما دادكش الدهب ده تضربها وتاخد الدهب غصب عنها ده اسمها بلطجة وسرقة وسرقة بالإكراه كمان وبعدين ما فيش مصاريف على البيت وكل الحقيقة ان انت تشتري مخدرات وتشرب مخدرات وتعيش مع المخدرات ومعتمد على مراس أبوك وأحياناً كمان مراتك وولادك ينموا من غير عشاء سواء سؤال الصفحة أو سؤال أمره دينا ولسان طويل وقلت أدب يبقى ده مش راجل ده كده مش راجل والست اللي تتحمل واحد زي ده بيسرقها وبيضربها وبياخد حاجتها وما بيأكلهاش بصرفش عليها ولا على عيالها وعيش معا طب عيش معا ليه مستمرين في الحياة ليه طب بنسأل النهاردة ليه يعني عايزين يكون رد السؤال إيه انتو محتاجين حد يقولكو لازم ناخد وقفة محتاجين حد يقولكو الحياة دي مش هتنفع ما فعل الحياة دي كده مش نفعة لازم ناخد موقف ولازم نعمل وقفة ولازم في لحظة كده نقف مع بعض هنتعدل نتعدل مش هنتعدل كل واحد يروح لحياله الأساس في الحياة الزوجية السكن والمودة والرحمة ولا في سكن ولا في مودة ولا في رحمة ولا في راجل إما اللي احنا عايشين عشان إيه دي سيدنا النبي قال كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعياتك فين المسئولية فين الرعاية فنصحتي للسائلتين لازم نقف وقفة ونحط النقط على الحروف يتعدل ويبقى راجل يا إما كل واحد يروح لحاله